ميداليات متعددة حقيقتها البطلة آية عز في بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعالف واللي تم إقامتها بمشاركة 145 سباح مصري لحد ما حصدت آية خمس ميداليات متنوعة طبعاً احنا بنتكلم عن ده غير البطولات العالمية والمسابقات المحلية الأخرى اللي شاركت فيها آية عز وحققت مراكز متقدمة أيضاً خلينا نتعرف على الكابتن آية عز في هذا التقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا معها في صباح الخير يا مصر بمنافسة 145 سباحاً مصرياً شاركوا في بطولة العالم للسباحة بالزعالف للأساتذة تمكنت البطلة آية عز من حصد خمس ميداليات متنوعة تمثلت في ثلاث فضيات وبرونزيتين وذلك في البطولة التي أقيمت بالقاهرة بدأت آية لاتجاه نحو الرياضة في سن الثامنة وكان والدها يحفزها ويدعمها حتى استطاعت أن تنضم إلى منتخب الناشئين في سن الثانية عشرة وشاركت مع فريقها في العديد من البطولات الدولية مثل درامشتات وبرلين ولوكسونبورغ وحصلت أيضاً على العديد من الميداليات والكؤوس تم اختيارها لتمثيل مصر في بطولة الكامنواثت عام 2002 والتي فازت فيها بالمركز الرابع في سباق 100 متر ظهر والمركز الخامس في سباق 200 متر صدر وشاركت أيضاً في نفس العام في البطولة العربية بالأردن وحصلت على المركز الثاني في سباقي 100 متر وال200 متر صدر اعتزلت آية السباحة في عام 2006 ولمدة 11 عاماً ثم عادت مرة أخرى عام 2017 لتلتحق بفريق سباحة الماسترز بنادي الصيد وكان هدفها هو أنقاص الوزن والمشاركة في المنافسات ومع ذلك اقترح مدربها عليها المشاركة في سباقات الماسترز حينها شاركت في بطولة تونس الدولية عام 2019 وحصلت على ثماني ميداليات ذهبية وشاركت ضمن بعثة المنتخب في بطولة بلغاريا الدولية عام 2021 وحصلت على ميداليتين فضية وواحدة برونزية وتم تصنيفها ضمن أحسن عشرة سباحات عالمياً لعام 2021 في الآن احنا بنتكلم عن رياضة كل عضلات الجسم بتشتغل فيها الرياضة الوحيدة اللي ربما يعني أساتذة العلوم الرياضية بيقولوا أن هي أفضل رياضة للجسم لأن هي فعلاً بتشغل كل عضلات الجسم بتركزش على عضلة واحدة لذلك تلاقي كل السباحين جسمهم متناسق عندهمش حتة أكبر من حتة وفي نفس الوقت مشدود ما فيهوش أي ترهولات أنه فعلاً رياضة بتشد البطن بشكل أساسي احنا منع التليفون البطلة أيعز خلينا نتعرف منها ايه تفاصيل الميداليات ايه هي المراكز المتقدمة اللي حققتها وأيضاً ايه هي بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف اللي عايزين نتعرف عليها أيضاً أهلاً بك يا أيامنا وردنا في صباح القرية مصر صباح النور أهلاً وسهلاً يعني كلمنا الأول عن البطولة الخاصة المسمى ببطولة الأساتذة لسباحة الزعانف ما هي هذه البطولة؟ من اللي بيشارك فيها؟ وهي خصائصها بالتحديد؟ البطولة دي نعتبر التالثة تشارك فيها حوالي 36 دولة من مستوى العالم كان أمريكا والصطين واليابان فرنسا الألمانيا فولندا كان فيه منتخبات كتير جميل والمفروض أننا كنا ننزل كل واحد فينا 3 سباقات أو 4 سباقات بس اللي حصل إن الحمد لله درسنا نحق المركز الثاني في الربامية حرة والمركز الثالث في الماتين والمركز الثالث في المية أنا كنت ضمن منتخب مصر وبيمثاله نادي الصير نادي اليابلس نادي سبورتين نادي البنك الأهلي كان عندنا سباحين مصريين كتير مشاركين في الفئات العمرية من سنة 30 لغاية ما شاء الله عندنا ناس نزلت في الفئة العمرية من سنة 80 سباحة الماستر بتقولي من سنة 30 بالزبط بس دي حاجة كويسة يعني يمكن رياضات تانية بتقفل الباب بدري شوية سباحة الماستر عماتا سواء كان سباحة عادية أو سباحة بتبعينة هي بتبقى متأسمة من 30 إلى 34 ومن 35 إلى 39 ومن 40 إلى 44 فكل خمس سنين بينفسوا مع بعض سواء ان كانت عيدات أو رجال هي طبعا بتبقي وبتشدع الناس ان هي تلعب رياضة والناس اللي بتحب المنافسة ان هي تشارك في بطولات سواء ان كمان محلية أو دولية كلمنا طيب عن الميداليات والمراكز اللي حققتيها قبل كده احنا معانا عدد كبير من الميداليات يا ايا يعني ما شاء الله عليك بس واضح انك وقفتي مرة وبعد كده رجعت تاني ده برضو محتاجين نتكلم فيه مزبوط انا لما وقفت وقفت عشان خطر التحق بالكلية كنت في كلية الألسن وكان عندي مذاكرة ومستقبلي بعد كده لما ديت رجعت تاني كنت اتدريت ان انا الانسانة رياضي الطبع ما بيقدرش يقعد من جر رياضة لفترة طويلة حاصل فكنت عايزة حاجة تشجعني وتحمسني ان انا ارجع تاني وانتظم في التدريبات بتاعتي فالمدارد بتاعي قال لي ان تطبيه ما تنفليش بطولات الماستر وهي دي اللي هتشجعك ان انت دايما تبقي مرمات بعد ثمانين بالزبط كده ففعلا ده اللي حصل كنت بتمرن اربع مرات في الاسبوع ساعتها وانزلت اول بطولة كنت طلعت التاني على مصر في سباقات السدر انا تخطوطي سدر وبعمه تنوع كمان فبعدها ابتديت بقى تمرن بجد من بعد بطولة 2017 ابتديت اهد الموضوع بجد خلاص بشكل يومي باتمرن خمس مرات في الاسبوع وباتمرن مرتين او ثلاثة في امس في الاسبوع فالحمد لله من ساعة سواء الاولى على سباقات الخمسين والمئة والمئة ومئةين سدر ومئةين متنوع وربعمية متنوع وفي سنة 2021 نزلت الربعمية متنوع وتم تصنيفي ضمن احسن عشر سباحات على مستوى العالم في الفئة العمرية برد من ثلاثين لأربعة وثلاثين وفي نفس السنة كنت مع المنتخب في بولغاريا وكان عندنا طبعا نميز المشرفة كثير سوين كنت انا او غيري من لعبات المنتخب الوطني وعلى رأسهم دكتور سهير العطار نجوة غراب الناس دي بتحقق بطولات وممكن كمان يكونوا حققوا بطولاتها عالم لهم ترتيبة على العالم في الفئات العمرية بردو اللي هو من ستين اللي هي أربعة وستين من خمسة وستين إلى تسعة وستين فيعني هي البطولات بتاعة سلاحة الأساتفة مش جديدة هي بقالها مثلا ممكن نتكلم في عشرين سنة بس الاهتمام ديها من السباحين ما كانش زي ما هو موجود النهاردة ما كناش بنمس المصر بالأعداد السباحين الموجودة النهاردة وفي نفس الوقت الاهتمام الأعلامي ما كانش موجودة لها إحنا في آخر بطولة الحمد لله قدرنا إن إحنا كان عندنا تخطية أعلامية للبطولة العالم اللي أقيمت في مصر أنا صبعا لو حكيت لحضرتك على التنظيم كان عامل إزاي والناس تسباحين منه على مستوى العالم كانوا بيتكلموا على إزاي التنظيم كان حاجة مشرفة سؤال الأخير يا أيا تقولي إيه للشباب اللي في سنك أنت بعد التلاتين وربما الرياضة مش لايف ستايل أو مش أسلوب حياة عندنا كمصرين ربما غير الأوروبيين طبعا أنت عندك دافع وموتيفيشن أنك تنزلي في بطولات لكن تقولي إيه ليهم وخصوصا أن ناس كتير جدا من الرياضين اللي كانوا بيلعبوا رياضة في سن صغير النهاردة ما بقوش وسؤالنا كمان في حلقاتنا النهاردة يمكن مرتبط بهذا الأمر أنا صبعا نشجع الناس أنها تلعب رياضة لأثبت كتير أول حاجة الاهتمام بالصحة يعني لو كل واحد مارس الرياضة لمدة ساعة كل يوم ما أعتقدش أنه ده يكون وقت كبير من يومه صحيح مش هيجيله أي مرض نعم مش هيجيله أي مرض لو مارس رياضة ساعة في اليوم نعم بصد حضرتك عندك دوود حياة كتير قولت زمائت وحاجات كتير في حياتك فإن أنت تتمرن وتشغل كل عضلات جسمك لمدة ساعة طوائم كانت سباحة أو غيرها دي حاجة هتقود عليك أن أنت عمرك هيتقول وأن أنت هتبقى الموت بتاعك أحسن وهتعرف تتعامل مع الناس وبدلا مثلا ما تكسل تمشي ميت متر هتلاقي نفسك لأ طب ممكن أمشي ربعمائة ممكن أمشي كيلو صحيح فعمتا هي هتنعكس عليك في الصحة بتاع ذك بطريقة إيجابية وهتمد في عمرك وفي نفس الوقت هتشيل من يعني دي حاجة عن تجربة الانسان ما بيلعبش رياضة بيبقى عنده طاقة سلبية صحيح يعني مشحونة جواه لكن لما حدك بتبدأ تلعب رياضة بانتظام بتلاقي أن الطاقة السلبية دي أنت بتخرجها بتلاقي أن الموت بتاعك وطريق التفكيرك تحسنك صحيح أنا معك جدا في كل اللي بتقولي الرياضة يعني مش حنقول العقل السليم في الجسم السليم بس حنقول أن كل الأبحاث قالت أن فعلا اللي يمارس رياضة لمدة ساعة الأمر ده بيخلي مش صحيته أحسن بس ده بيحميه من كل الأمراض المزينة اللي ممكن تيجي ليه على المستوى الطالب شكرا لك يا عز البطلة المصرية اللي حصلة على خمس ميداليات في بطولة العالم للأساتذة للسباحة الزعنف واللي شارك فيها 145 سباح من كاف الدول العالم